بسم الله الرحمن الرحيم بنكمل مع بعض محاضرات الفيسيولوجي الخاصة بكلية التمريد ومعهد التمريد ودي المحاضرة السبعة اللي بناخد فيها موضوعين هناخد البليتلتس اللي هي الثرومبوسايتس خلايا الجلطة الصفائح الدموية وايضا هناخد الوايت بلود سيلز او الوايت بلود كوربوسيلز او اليوكوسايتس اللي هي خلايا الدم البيضاء هناخد خلايا وظيفتها الاساسية هي تو بريفينت بليدنج ستوبتش اوف بليدنج اللي هي سمناها البليتلتس وعشان كده لها اسم تاني ثرومبوسايتس وناخد خلايا اخرى وظيفتها الاساسية دفنس اجينست ميكروبس الدفاع ضد الميكروبات انديديزيزيزيز والدفاع ضد الامراض وهي الوايت بلود سيلز او خلايا الدم الحمراء ايه الحاجات اللي انا اخدها في محاضرة النهاردة بنهاية شرحنا لمحاضرة النهاردة هيكون عندنا القدرة we will be able to identify and explain هيكون عندنا القدرة ان احنا نتعرف على ونوضح معلومات خاصة به البليتلتس اللي هي الصفائح الدموية اللي اسمها ثرومبوسايتس وصرومبوس يعني جلطة ثرومبوسايتس يعني خلايا الجلطة او الخلايا المسؤولة عن تكوين الجلطة او الخلايا المسؤولة عن استوبتش اوف بليدنج اي ايقاف النزيف هناخد في محاضرة النهاردة فورميشن اوف بليتلتس بشكل مختصر ازاي بيتم بتكوين البليتلتس ودي بنسميها ثرومبوبويسس تفاكرين تكوين الاربيسيس كان اسمها ايه كان اسمها ايريثروبويسس فتكوين خلايا الجلطة البليتلتس اسمها ثرومبوبويسس طبعا ناخد الكلام ده بشكل مختصر باختصار شديد هنكلم النهاردة ايضا عن ستيبس ببساطة خارس بدون دخول في تفاصيل ستيبس اوف هيمو استيزيس خطوات ايقاف النزيف هنكلم في محاضرة النهاردة عن خلايا الدم البيضاء واللي لها اسم تاني خلايا الدم البيضاء واللي لها اسم تاني ولها اسم تالت ليوكو سايدز هنكلم عن بعض الامراض النتيجة عن خلل في خلايا الدم البيضاء Pathological Variations in Leucocytic Count يعني لما تزيد تعمل E ولما تقل بتعمل بداية محاضرة النهاردة هو عن البليتلتس البليتلتس اللي هي الصفائح الدموية اللي هي اسم تاني Thrombocytes خلايا البلطة أول معلومة بنعرفها النهاردة من البليتلتس اللي هي الصفائح الدموية ده بيكون الشكل بتاعها بتكون Small حجمها بيكون صغير تانية حاجة انها Non-Nucleated إذن نقدر نعتبرها انها مش Trusel مش خلايا حقيقية أيضا تتمتع بانها Granulated Aroud وان هي عبارة عن كرة بشكلها oval عاملة زي حاجة شكل بيضاوي الديامتر الخاص بيها اللي هو القطر الخاص بيها بيكون من 2 لأربعة مايكرون يبقى المعلومة اللي بنعرف عن البليتلتس هل حجمها كبير ولا صغير حجمها صغير Small هل فيها نيوكليا سؤال لا بيكون Non-Nucleated شكلها عامل زي Oval Buddies يعني شكل بيضاوي والديامتر الخاص بيها بيكون من 2 لأربعة مايكرون طيب لو قلنا بقى عدد البليتلتس عدد البليتلتس في الدم ودي مهمة لأن نقص البليتلتس بيعمل لي مرات عدد البليتلتس مكتوب عندكم في الكتاب 300 ألف بليتلت لكل ملي متر مكعب طبعا هو العدد فيه Variation يعني ممكن نقول Normal Level الخاص بالبليتلتس بيكون من 150 لأربعمية وخمسين ألف لكل ملي متر مكعب بمتوسط 300 ألف لكل ملي متر مكعب طيب البليتلتس لو قلت بنعتبر المريض ده عنده نقص في عدد البليتلتس يعني إيه وهل هذا مرض آه المريض ده بيكون عنده عرضة للنزيف لأن توقف الجلطة أو توقف النزيف وظيفة أساسية من وظائف البليتلتس طيب المريض ده اللي بيكون عنده نقص في عدد البليتلتس المرض اللي بيكون عنده هو عبارة عن إيه عبارة عن ثرومبو جاية من الثرومبوسايتس خلايا الجلطة سايتو بينيا بينيا في اللغة يعني نقص في خلايا الجلطة الموجودة في الدم ثرومبوسايتو بينيا نقص في خلايا الثرومبوسايتس الموجودة في الدم وهذا المرض ناتج عن نقص عدد البليدلتس فالوظيفة مش هاتتم فمش يحصل استوبج وبليدنج وممكن يحصل نزيف بليدنج تندنسي يبقى المرضى اللي عندهم ثرومبوسيتوبينيا بيعانوا من بليدنج تندنسي يعني بيكون عندهم نسبة من النزيف نزيف تحت الجلد أو نزيف من أماكن متفرقة في الجسم ولما يحصل لهم انجر يعني إصابة بينزيفه ولا يتوقف في النزيف لأن الجلدة مش هتتكون لأن البليدلتس بتكون قليلة المعلومة المهمة اللي لازل نعرفها إن اللايف الزبان احنا قلنا اللايف الزبان الخاصة بالاربسيز يعني عمر الاربسيز 120 يوم أما البليدلتس عمرها بيكون فقط 8 أيام يعني لو واحد عايزه نقص بليدلت وعايزه نقوله ده ما لازم يكون فريش بلوت معداش عليه أكتر من يومين 3 لأنه لو عدى أكتر من كده البليدلتس أساسا اللايف اللي بزبان بتاعها بيكون 8 أيام فقط طيب النقطة الثانية بقى المعلومة الثانية فورميشن أوف بليدلتس بتتكون البليدلتس إزاي وبتتكون فين البليدلتس عملية تكوين البليدلتس بنسميها ثرومبوبويسيز ثرومبوبويسيز تخليق البليدلتس وتبدأ هذه العملية في البون مارو من خلايا اسمها ستم سيل أو بلورو بيت بوتانت سيلز هذه الخلايا عندها القدرة أنها يحصل لها تتحول هذه الخلايا الموجودة في البون مارو عشان تكون برو ميجا كاريو سايت وبعد كده تعمل حاجة اسمها ميجا كاريو سايت اللي بدورها في الآخر تكون البليدلتس يبقى البليدلتس بيتكون من خلايا موجودة في البون مارو اسمها ستم سيلز هذه الخلايا تقدر تتحول لكذا اللي كذا نوع من الخلايا ولكن لو مشيت في سكة الميلويد ستم سيلز هتكون برو ميجا كاريو سايت وبعد كده ميجا كاريو سايت وبعد كده تتكون البليدلتس طيب البليدلتس وظيفتها الأساسية هي ايه توفورم الوظيفة الأساسية بتعمل ميكانيكال بلاج يعني سدادة مكان أي منطقة فيها نزيف عشان تستب بليدنج عشان توقف أنها نزيف يبقى الوظيفة الأساسية للبليدلتس إنها بتعمل ميكانيكال بلاج بتعمل سدادة في منطقة الإنجر الإصابة تستب بليدنج عشان توقف النزيف طيب يبقى احنا كده هناخد بقى موضوع من أهم الموضوعات وديفينيشن من أهم الديفينيشنز الموجودة عندنا في منهج الفيسيولوجيا اسمه هيموستيزيس سمعنا الديفينيشن ديفين تاني سمعنا في أول محاضرة ديفينيشن اسمه هوميوستيزيس جاية من هوم ويختلف الهوميوستيزيس عن الهيموستيزيس هيم جاية من بلد وهوميوستيزيس ده جاية من هوم الهيموستيزيس يعني إيقاف النزيف أما الهوميوستيزيس الهيموستيزيس هو إيقاف النزيف أما الديفينيشن اللي خدناه في أول محاضرة اللي هو هوميوستيزيس ده عبارة عن نحن نحن نحافظ على البيئة اللي عايشة فيها الخلايا في الحياة الخلايا ووظيفة كل الأورجنز الموجودة في جسمي أما الهيموستيزيس كديفينيشن جاية من هيم هو عبارة عنه عشان هيجيلك في الامسكيوي لغبتك مبين التعريفين هو عبارة عنه stoppage of bleeding to prevent blood loss عشان يعني أمنع عملية فقدان الدم يعني لما الشخص يحصل له انجري هيصل إيقاف للنزيف طيب بيتم هذه العملية وعملية إيقاف النزيف بستبس معينة بخطوات هل البليتلس الوحدها هي اللي بتوقف النزيف لا البليتلس بتشارك في عملية الهيموستيزيس مع حاجات تانية بتساعدها في عملية الهيموستيزيس منها النيرف سابلاي الخاص بالblood vessels اللي هي الأعصاب اللي بتغزي البلود فيسل أول ما البلود فيسل يحصل فيه انجري يعني إصابة هذه الأعصاب تنقبض ويحصل فيها vasoconstriction يعني تنقبض عشان توقف النزيف بيساعد بقى في عملية الهيموستيزيس اللي هي البليتلس بتعمل إيه البليتلس ووظفتها في عملية الهيموستيزيس وستوبتش أو بليدنج بتكون هيموستاتيك بلوج يعني بتكون سدادة من البليتلس وأذر حاجات تانية حاجات تانية معاها ولكن هذه السدادة ما بتكونش دايما بتكون تيمبراري تيمبراري يعني مؤقتة توقف النزيف في وقت الإصابة بشكل مؤقت ولكن ما بتكونش قوية هذه السدادة المؤقتة اللي بتوقف النزيف سريعا في وقت الإصابة بتكون عبارة عن البليتلس البليتلس بتعمل رياكشن وتروح في منطقة الإصابة وتتجمع مع بعض وتتجمع مع بعض ويحصل لها اجريجيشن يعني تجمع وبتقفل الإصابة وتقفل الإنجري بتيمبراري هيموستاتيك بلوج يعني أنا لو البليتلس بس اللي موجودة أيضا هذه البلوج ممكن تشال بسهولة لأنها بيكون ضعيفة طب بعد كده عايز أقوي هذه الجلطة اللي تكونت في منطقة الإصابة ياجي بقى وظيفة حاجة اسمها الكواجيوليشن فاكتورز عوامل التجلط بتشارك في عملية تكوين الجلطة وبتحول لي الجلطة المؤقتة اللي هي تيمبراري هيموستاتيك بلوج إلى جلطة دائمة ديفنيتف كلوت يعني جلطة كلوت يعني كلوتينج يعني تجلط ديفنيتف كلوت يعني جلطة مؤكدة قوية بيجمع فيها خيوط من الفايبرين وخدتوا حتى البلازبابروتين الفايبرينجين ده واحد من الكواجيوليشن فاكتور وهو البروثرومبين واثر تين واثر تين فاكتورز اتناشر كواجيوليشن فاكتورز بيشاركوا في هذه العملية لعملية تكوين الجلطة الدائمة اللي هي ديفنيتف كلوت وبعد ما الجلطة تتكون هل الجلطة بتكون فيه بكل برة فالجزء الداخلي لازم الجلطة اللي جوة ندوبها علشان البلود يمشي في الدم بشكل طبيعي فيعمل كلوت ديسولفد يعني ايه تدوب الجلطة اللي موجودة في الدم توريسيوم نورمال بلود فلو افتر تيشو ريبير بعد ما يحصل التيشو اصلاح للتيشو اللي حصله انجري يبدأ الجلطة تدوب المين جوة علشان الدم سراياني يكون بشكل طبيعي وده بيكون وظيفة حاجة اسمها بلازمين طبعا الموضوع له دي تفاصيل كتيرة قوي مش عليكوا هذه التفاصيل ولكن اللي عليكم انكم تكونوا عارفين ان الهيموستيزيس وعملية الاستوبج اوف بليدنج مش وظيفة البليتلتس فقط ده وظيفة البليتلتس لها جزء من هذه الوظيفة انما هي وظيفة ايضا النيرفي سابلاي اللي بيعمل الفازو كونستريكشن للانجريد بلود فيسل والبليتلتس بتعمل تيمبراري هيموستاتيك بلوج بلوج ضعيفة بيقويها الكواجيليشن فاكتورز يعمل ديفينتف كلوت وعلشان الدم يكون سرايانه طبيعي فقط تحصل جلطة منطقة التيشوري بير فقط وفي باقي المنطقة الجلطة بيحصل لها دي سولف يعني بتزوب عن طريق البلازمين دي رسمة توضحية بتوضح عملية الستيبس المختلفة للهيموستيزيس عندما يحدث انجري للبلود فيسل هذا الانجري يستدعي ان النيرفي سابلاي الموجود في هذا البلود فيسل بيحصل له استيميليشن فبيحصل فازو كونستريكشن يبقى اول خطوة بتحصل في هذه الحالة بيحصل فازو كونستريكشن طيب بعد كده بعد كده في منطقة الاصابة اللي هي هنا بتتجمع البليت تتسمع بعض تقعد تتجمع وتعمل تمبراري هيموستاتيك بلاج جلطة مؤقتة ضعيفة عشان اقوي هذه الجلطة بتتم العملية التالتة بمساعدة الكواجيليشن فاكتورز اللي هي عوامل التجلط على رأسهم الفايبرينوجين اللي بيقومي بيجمع لخيوط فايبرين ويقوي الجلطة في هذه المنطقة طيب في منطقة اللي جوه ده بيحصل دي سول فينج اللي بيجمع اللي جوه عن طريق البلازمين دي الاستيبس الخاصة بعملية بعملية ايه بعملية الهيموستيزيس عشان شباب ناخد بقى الموضوع التاني في محاضرة النهاردة الويت بلاد سيلز كرات الدم البيضاء لها اسم تاني ويت بلاد كوربا سيلز ولها اسم تالت لان شكلها بيبقى ابيض اسمها اليوكو سايدز الخلايا البيضاء اول معلومة بنعرفها عن الويت بلاد سيلز ان وظيفة الويت بلاد سيلز اليوكو سايدز ممكن نعتبرها موبايل يونتز يعني وحدات متحركة جيوش متحركة في الدم وظيفتها ان بتعمل بروتيكتف سيستم يعني بتعمل بروتيكشن للبادي بتحمي جسمنا ضد الاخطار من ديزيزيس وإنفكشن وإنفلاميشن طيب اليوكو سايدز عددها ولازم نبقى عارفين هذا العدد لانه ثابت في كل الكتب من 4000 ل11000 الويت بلاد سيلز لكل ملي متر مكعب من 4000 ل11000 الكل ملي متر مكعب طيب المعلومة اللي بعد كده اللي لازم نعرفها ان الخلايا دي بتشتغل مع بعض بشكل متناغم وبشكل تعاوني هدفها هدف واحد بريفينت ديزيزيس اند بريفينت انفلاميشن اند بريفينت انفكشن تحمي جسمنا ضد الامراض ضد العدوى ضد الانفكشن ضد الانفلاميشن ضد الالتهابات الليوكوسايتز بتتكون فين الليوكوسايتز خلايا الدم البيضاء شأنها شأن الويت بلاد البليتلتز و الاربيسيز بتتكون في البون مارو في نخيع العظام بشكل ديفرنت تايبز ويت بلاد سيلز طيب ايه المعلومة اللي بعد كده اللي هناخدها طيب لو حصل خلل في الويت بلاد سيلز في خلايا الدم الحمراء ينتج عن هذا الخلل مجموعة من الامراض ايه الامراض اللي تنتج عن هذا الخلل اول مرض ينتج عن هذا الخلل نتيجة نقص عدد الويت بلاد سيلز نقص العدد بنسميه بينيا ونقص عدد ايه الويت بلاد سيلز اليوكوسايتز يبقى اليوكو بينيا نقص في عدد الويت بلاد سيلز طيب الناس اللي عندهم نقص في عدد الويت بلد سيلز ده ممكن يحصل نتيجة ايه نتيجة ان الواحد ده تعرض المصنع اللي بيصنع الويت بلد سيلز البون مارو مش قادر ينتج ويت بلد سيلز عن طريق انه هو اتعرض ليه اكسبوجر اتعرض ليه اكسبوجر ايه لراديشن اشعاعات او اتعرض لدراجز او اتعرض لتوكسنز هذه الدراجز والتوكسنز والراديشن عمل الديستراكشن للبون مارو مما ادى الى انه مش قادر ينتج ويت بلد سيلز المرض التاني اللي ممكن ينتج عن نقص الويت بلد سيلز حاجة اسمها اليوكو سايتوزيس اليوكو يعني كرة ده مبيضة سايتوزيس كتيرة عندما يزيد عدد اليوكو سايتز او الويت بلد سيلز عن النورمل مش 11000 بقى يصلوا لعدد ابتو 20000 لكل ميلي متر مكعب طيب هل الويت بلد سيلز بالزيد في امراض اه بالزيد في امراض النتيجة عن التيشو ديستراكشن تحتين في التيشو او الانفلاميشن او الانفكشن يعني حتى لو واحد عنده قلم شديد في بطنه احنا مشكل عنده انفلاميشن في الابندكس اللي بنسميه ابنديسايتس اللي هي التهاب الزائدة من اول ما يبقى قلم شديد نروح عملله عدد ابيض كرات الدم البيضة لو لقيتها عالية ده بيسبكت ان الشخص ده عنده انفكشن عنيف لما بيحصل عنده اليوكوسايتوزيس طيب في مرض بقى تاني اسمه اليوكيميا وده مرض خطير ورم يحدث في البون مارو يخلي البون مارو السيلز اللي فيه بتكون خلايا سرطانية هذه السيلز بتطلع بطريقة غير متحكم فيها يعني ممكن تطلع ويت بلاد سيلز بعدد كبير ولكن بيكون ويت بلاد سيلز مش قادرة تقوم بالوظيفة او انه بيطلع عدد قليل من الوايد بلاد سيلز حسب نوع اليوكيميا فهذا المرض هو مرض خطير يؤدي الى ان الوايد بلاد سيلز تخرج عن الاداء وظيفتها مما يؤدي الى ان الشخص اللي عنده اليوكيميا بيكون عرضة للإنفكشن والإنفلاميشن وعرضة لكل الأمراض يبقى ما عندهش خط خط مناعة مش قادر اعمل بريفينشن أوف ديزيزيز بريفينشن أوف إنفكشن بريفينشن أوف إنفلاميشن بكده احنا تكون خلصنا محاضرة النهاردة محاضرة بسيطة خدنا فيها معلومات بسيطة خاصة بالبليتلتس اللي هي الثرومبو سايتس خلايا الجلطة خدنا فيها فورميشن أوف بليتلتس عملية الثرومبو ويسس وخدنا الستيبس الخاصة بالهيمو استيزيز وختمنا محاضرتنا بحديثنا عن الويد بلوت سيلز وكلمت عن بعض البسولوجيكال ديزيزيز نتجه عن دفكتف اليوكوستيك كونت كده انتهينا من المحاضرة وإن شاء الله نكمل مع بعض باقي المحاضرات شكرا لكم شكرا لكم